يقول لقد سافرت يا فضيل الشيخ من بلادي ولأجل كسب العيد وعندما سافرت لم أحدد أي موعد للرجوع لأن الأعمار رضي الله ولوالد ووالدة والدوجة ولأولاد واستشرتهم في السفر وكلهم وافقوا ولكن طال الضياب لمدة أربع سنوات وأنا أرسل لهم النفقة في كل عام ملتكم في هذه الغيبة الطويلة وماذا أفعل إذا رجعت حد يزمني فيه جزاكم الله خيرا طول الغيبة مقصرة وحسب غوط الإنسان إذا كنت لا تستطيع الغيبة إلا بعد مدة طويلة بكونك مشغولا من الكثب من أجل أن تنفق على نفسك وعلى من تمون أو من أجل تسديد ديونك أو طلب الغيبة المباهة ولا بس ولا طالة الغيبة إن إذا كان لك جوجة فإن الجوجة لا تتحمل الغيبة أكثر من أربعة أشهر إلا إذا سمحت لك بذلك أو كنت في حالة لا يمكن الزهاب إليها فأنت معدور على كل حال طول الغيبة وكسرها بحسب غروف الإنسان إلا إنه إذا كان له جوجة فإنه لا يريد أكثر من أربعة أشهر إلا إذا سمحت له إلا إذا كان له عذر يمنعه من الرجوع في مدة قريبة فإلا هو يعدر ولو طالت المدة جزاكم الله خيرا وأحسنا إليكم كأنه يشوق في الأمر أنها باقية في عثمة يا أولا يزيل السؤال بيقول ما الحكم بيني وبين زوجتي الحكم على الأصل الزقائي الزواج الأصل الزقائي الزواج والمساح لا لن تكون فسخت عند الحاكل المدرعي من مبارد المشرعي وإلا فالأصل ألا العثمة الزقائي فعلها جوجة الزواج الله أهو بكم